موسيقى نحن كمجلس مدينة الداربيضة نخارطنا في هذا البرنامج اللي فيه تقريبا 12 جهة و 50 جماعة و 4 دي المجلس العمالات والاقاليم نحن نخارطنا في هذا البرنامج الجماعات المنفتحة و ندخلوه في اطار الاليات دي الحوار و دي التشاور و كذلك ندخلوه بصفة عامة في الحكامة الحكامة لان من ضمن المسائل دي الحكامة وهو الاشراك هو التشاور هو الحوار مع المحيط سواء كان اقتصادي او جمعيات المجتمع المدني او الليجن متساوية الليجن تكافؤ الفرص و المساوات و مقاربة النوع هناك تنقع على مدى احترام الجماعات لهذه المبادئ اللي هي مبادئ دستورية و مبادئ نص عليها القانون التنظيمي 113 على 14 هناك يدخل فيها جودة الخدمات كدخل فيها تبسيط المساطير تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين كذلك فيها عندها علاقة كذلك ببرنامج عمل الجماعات اللي هو الدار في واحد العطار دي التشاور دي الحوار دي المخيرات دي المجتمع المدني من خلال لجنة المساوات تكافؤ الفرص و مقاربة النوع و من خلال كذلك الفعاليات الاقتصادية و الاجتماعية دي المدينة الدار البيضاء و حاليا هاد هاد البرنامج من خارطين فيه باش نطبقوا فيه هاد المعايير او هاد المبادئ هدي باش تكون جماعة متميزة جماعة كتقدم الخدمات فيه ايطار واحد الجودة جماعة متحاورة جماعة منفتحة جماعة كتسمع كتصمت باش تاخد بعيد الاعتبار الاقتراحات والبدائيل و كتكون هديك المشاركة لا السياسية لا مشاركة دي المجتمع المدني لا المشاركة دي الفعاليات الفكرية و العلمية و الاقتصادية و دونك هاد البرنامج هذا اللي هو مشكورة وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعة الترابية مشكورة كذلك الشبكة المغربية للجماعة المنفتحة وهنا في مدينة الدار البيضاء داروا معنا واحد عداد دي الاجتماعات عشارة الاجتماعات المتكررة اللي كان فيها حتى تواصل فيها حتى الطائر و احنا ما شب وحدنا في هاد البرنامج هذا بل كذلك جهة الدار بيضاء لانه هاد الاجتماعات كتكون مشتركة بحضور هاد الشبكة المغربية للجماعات المنفتحة وهو برنامج برنامج طموح برنامج كيخلي هاد الجماعات كيحفز كيحفز هاد الجماعات و كيشجع هاد الجماعات على تقديم كيما قلت لك الخدمات بجودة عالية على تبسيط المساطير على تعزيز الديمقراطية التشاركية تنك برنامج طموح و احنا كمجلس المدينة ديال الدار بيضاء من خارطين في ومن خارطين في هاد المبادرة دبا حاليا دووزنا لها هاد البرنامج على مستوى اللي جال المشتركة للمجلس بحضور السعد رحمه والطاس والصيدة نوار روش ديه اللي دارة التقديم ديال هاد البرنامج لانه هي اللي واكبة المسلسل والمراحل ديال هاد البرنامج مع المديري العامة و كذلك مع المجتمع المدني و ان شاء الله رغم طرف هو في الدورة القادمة ديال فبراير الفين واربعة وعشرين وكنت منو ان شاء الله رحمه الرحيم ماشي غير غد نصوته و انتهى هاد الامر على هاد البرنامج ديال الجامعات المنفتيحة بل لابده من تتبع هاد البرنامج والاهداف ديالو اللي قلت في هاد طب سيطو في هاد الجودة وفي هاد الزاف ديال ديال هاد البرنامج ديال الجامعات آآ المنفتيحة وكنت منو مدينة الدار بيضاء تكون عندها فرصة هاد السنة دي ان شاء الله باشتبيين التطور ديالها و التقدم ديالها و الانجازات ديالها و الخدمات اللي كتقدم آآ المواطني اشتركوا في القناة